اخيرا انتعينا من جهاز الريدمي 9 ووصل البديل الخاص به الوهو الريدمي 10 استخدمت هذا الجهاز لفترة في هذا الفيديو سوف نرى مراجعة كاملة للجهاز حيث انني سوف اشارك معكم كل الاشياء التي اعجبتني والتي لم تعجبني اثناء تجربتي مع هاتف الريدمي 10 فاذا كنت تفكر في شراء هذا الهاتف مهم جدا ان تكمل الفيديو الى اخره وطبع لما انست تجربة الالعاب التي طلبت معها مني في التعليقات في الفيديو السابق لعبة كروف دوتي فري فايل كل هذه الالعاب وغيرها سوف نقوم بتجربتها في الفيديو القادم والذي سوف ينزل بالمناسبة غدا وطبعا استجابت لطلبكم اكتر شيء ممكن ان تدعمني به هو الاشتراك وكذلك اهم شيء ان تقوم بتفعيل خاصية اجرس يسرك الفيديو اول من سوف ينزل على القناة وكذلك لا تستدعم الفيديو بزرع اللايك يصير لك بردد من الناس قبل ان ندخول في المراجعة سوف نرى اول شيء الاشياء التي سوف تجدوها في العلبة كالعادة سوف تجد الكوفر الشاحن وكذلك الكابل وكذلك شركة شاومي فايل لتضع السماعات في العلبة انتقل الان الى اهم شيء وبكل تأكيد التصميم وكذلك جود التصنيع هنا لديك تصميم مختلف تماما عن جهاز الريدمي 9 يعني المربع الخاص بالكاميرات اصبح الان باعلى اليسار كما تشاهدون الشكل الخاص به اصبح بشبيه بشكل كبير للريدمين نوت 10 برو كذلك مسكة الجهاز هنا صراحة جدا جدا ممتازة مع الانحناءة الموجودة فيها الدار وكذلك وزن الجهاز هنا جدا جدا خفيف يعني مقابل الهواتف السابقة من شركة شاومي وزن الجهاز هو 181 جرام كذلك من الاسفل لديك مدخل USB type C السماعات الاساسية وكذلك المايكروفون الاساسي كذلك من الاعلى لديك السماعات التانية حتى لديك هنا سماعات استيريو وسوف نتحدث عنها في النقطة الخاصة بالسماعات ذلك الAR اللي اتعاكم في الاجهزة المايكروفون التاني وكذلك منفذ السماعات مازال موجود العيب الذي اراه في اطصبهم هو بوروز الكاميرات لكن ممكن ان تقوم بحله بالكوفر فعمل مهم جدا ان تضع الكوفر اول ما سوف تخرج الجهاز من العلبة ايضا البصمة اصبحت الان بزر التشغيل واداؤها جدا جدا ممتاز ايضا الجهاز هنا يدعم ايضا منفذ اذافة ذاكرة خارجها ويسألني الاندي من الناس عن هذا العمر في التعليقات ليس هذا فقط الجهاز يدعم شريعتين وكذلك ذاكرة خارجية في نفس الوقت اما بالنسبة للشاشة ويتعتبر من اقوى قوى نقطة هذا الجهاز هذي يكون الشاشة اصبعت بها الشكل الجديد بها التوقب الخاص بها الكاميرا اماميه وكذلك بحوف اقل عن جهاز الريديمي 9 والشاشة هنا تأتي بحجم 6.5 انش وكذلك بضيقة الفول اتش دي بلس وايضا المميز انها محمية بطبقة حماية من نوع قريلا غلاستري وهذا امر جيد بالنسبة لفات سعر الجهاز لكن اكثر ما يميز الهاتفه بكل تأكيد الشاشة التسعون هيرتز الموجودة هنا وطبعا هذا يدل ان الشاشة هنا تأتي من نوع IPS LCD صراح كنت اتمنى ان نرى هنا الشاشة اموليد لكن مدام انا شركة شامل اعطتك التسعون هيرتز فهذا امر يعني يعود لك الاموليد نوعا ما فعموما اداء الجهاز هنا صراحة سليس مع التسعون هيرتز ونتجدها معه اي مشاكل ايضا تجربة مشاهدة المحتوى على ذي الشاشة صراحة ممتاز جدا زوروا يفئة الخاصة بالشاشة يعني مقبولة بالنسبة للسعر وكما قلنا لديك هنا سماعة ستريو سوف تعطيك صراحة صوت ممتاز وكذلك عالي وسوف تستمتع بمشاهدة اي محتوى على ذي الشاشة لكن السطوع الخاص بهذه الشاشة يصل فقط الى غاية 450 نتز صراحة عندما تقوم بمشاهدة الشاشة على اشياء الشمس المباشرة فستواجه صوبة نوعا ما في مشاهدة محتوى الشاشة يجب عليك التطقيق لكي تلاحظ محتوى الشاشة صراحة كنت اتمنى ان نجد نص طوع اعلى من ال 450 نتز فهذا ممكن ان نعتبر روعي موجود في هذه الشاشة ننتقل الان الى نقطة الاداء والبروستر ونلديك معالج جديد من شركة ميداتيك وهو الهيليو جي 88 والذي يأتي بطرد يصل الى غاية 2 جيجا هيرتز هناك الذي من الناس تسألوني في التعليقات ما اذا كان معالج الجي 88 افضل ام الجي 85 فهنا سوف يكون لديك سفوق بسيط لصالح الجي 88 وعموما سوف يعطيناك كلا المعالجين تقريبا نفس الاداء وايضا الجهاز هنا سوف يأتيك بثلاث نسخ من الاتخزين 4 جيجا بايت رامع مساعة داخلية 64 وكذلك 4 جيجا بايت رامع مساعة داخلية 128 وهي النسخة التي لديه ونسخة اهلة مع رام 6 جيجا بايت ومساعة داخلية 128 ايضا والجهاز هنا سوف يأتيك مع المي او اي 12.5 من العلبة اما بالنسبة للاداء فهنا لديك صراحة اداء ممتاز هو انفئة تنقل بين التطبيقات فيسبوك انستغرام كل هذه الاشياء مع الشاشة التسعين هيرت سوف يأتيك صراحة اداء ممتاز لكن في بعض الاحيان ممكن ان تلاحظ بعض دروب في الفريمات مثلا عندما تخرج من التطبيق معين وطبعا هذا الامر ممكن الله يلاحظه الذي من الناس لكن اي لاحظ هذا الشيء وطبعا هذا الامر يعود لي الواجهة هو تقريبا موجود على كل هاتف شركة شاومي اما بالنسبة للاداء في الالعاب وبالتحديد لعبة بوب جي هنا الجهاز سوف يعطيك اعدادات سموذ وكذلك ألترا فريم ريت اي تقريبا 40 اطار فيها ثانية وكذلك بلانسد وألترا فريم ريت وعلى اعدادات سوف يصلوا معك الجهاز HD وكذلك هاي فريم ريت اذا الجهاز ممتاز وانتج دعمه اي مشاكل لكن من حين الى اخر سوف تلاحظ دروب فريمات موجود في الجهاز واذا حصل معي فقط في لعبات بوب جي وطبعا التجربة الخاصة بها بالكامل التجربة البطارية الحرارة الجيروسكوب كل هذه الاشياء سوف تجدوها في فيديو مخصص لاداء هذا الهاتف على لعبات بوب جي وهو موجود في القناة اذا كنت تريد التعرف على تفاصيل اكثر لكن عموما بشكل سريع اداء الجيروسكوب كما قلنا ليس افضل شيء هنا لديك منتخير في حساسية الجيروسكوب لا اعلم اذا كان اصلا في الجهاز يعني الجيروسكوب ماذا فقط بالصوفت وير فعموما الجيروسكوب صراحة لا يمكنك الاعتماد عليه فاذا كنت من الاشخاص الذين يلعبون لعبات بوب جي بالجيروسكوب فلنصحوك اطلاقا بهذا الجهاز اذهب الى هاتف اخر يدعم الجيروسكوب بشكل افضل انتهينا الان من الاداء نذاب مباشرة مع البطارية هناك بطاري بساعة 5000 ميلا امبير وصراحة من خلال تجربتي للجهاز اداء البطارية جدا جدا ممتاز وانتشد معه اي مشاكل هناك شاحن 18 واط صراحة وتتمنى ان نرى الشاحن بقدرة 33 واط مثل الموجود على الريدمي نوت 10 لكنه ما زال مقبول بالنسبة لفات سعر الجهاز انتقل الان الى اكبر تطوير بين الجيل السابق والجيل الحالي وهو في نقطة الكاميرات هناك حسش جديد بدقة 50 ميجابيكسل مفتحة 1.8 لديك ايضا كاميرا اولترا وايد او زوية عريضة 8 ميجابيكسل مفتحة 2.2 ولديك كاميرتين اخرتين كلهم 2 ميجابيكسل الاولى للعزل والتاني للمكرو وكما ترون هذه الصور التي تم التقاتها بكاميرات الجهاز واذا كنت تتبعوني على حسابي في الانستغرام في البريحة قمت بوضع 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 وضعت في كل الصور التي قمت بتقاتي بالجهاز فاذا كنت تريد ان ترى الصور بالجودة الكاملة فطبعا حسابي في انستغرام سوف تجدوه في الوصف او في اول تعليق فعموما جهة الكاميرات على ذلك الجهاز الصراحة ارى ممتاز جدا بالنسبة للسعر خصوصا التفاصيل وكذلك الدينامي كرينج الالوان ارى انها بايتا وانما تحتاج فقط الى تعديل بسيط فانا احب الالوان المشبعة في الصور لديك ايضا وضع 50 ميجابيكسل وذي سوف يعطيك تفاصيل اكثر من الوضع العادي لكن عند الانتقال الى الآضامة الخفضة كما ترون سوف تلاحظ يعني نويز موجود بالصور وفعلا نويز واضح ايضا لديك هنا بكل تأكيد الوضع الليلي الخاص بشركة شاومي لكن سوف يقوم بتنوير الصورة لكن ما زل سوف تلاحظ النويز موجود ايضا بالصور فعموما نواء الخلاصة من الكاميرات فكلما كانت الاضاءة مرتفعة سوف تحصل على صور ممتازة وكلما انخفضت الاضاءة فطبعا سوف تلاحظ نويز في الصور لديك ايضا تصوير الفيديو الى غاية الفول اتش دي 30 اثار في اثانية ولديك ايضا الكاميرا امامية وانا كما قلنا تأتي في التقب الخاص بها الكاميرا امامية وتأتي بديقات 8 ميجا بيكسل وكذلك قدر على تصوير الفيديو الى غاية الفول اتش دي 30 اثار في اثانية فعموما جودت الكاميرا امامية وانا الصراحة ليست افضل شيء بالنسبة للسعر وانا تقدم لك افضل نتائج بالنسبة لفعات سعر الجهاز فعموما هذه كانت كل الاشياء التي عجبتني ولم توجبني فيها الجهاز فالان يبقى السؤال هل فينا هذا الذي يستحق الشراء فبكون تأكيد هذا يعد من افضل الصفقات الموجودة تحت المائتين دولار خصوصا النسخة الاصغر نسخة الاربع جيجا بيطرام مع مسعى داخلية 64 سوف تقدم لك صراحة قيمها الى جدا مقابل السعر وسعرها هو مائة وتمانون دولار اما بالنسبة لنسخة المائة وتمانون وعشرون مع اربع جيجا بيطرام سعرها مائة وخمسة وتسعون دولار ونسخة الاعلى 6 جيجا بيطرام مع مسعى داخلية 128 فسعرها تقريبا مائتين وعشرون دولار فعوما الممكن على الاسعار ان تختلف من بلد الى بلد لكن تقريبا هذه الاسعار باغلب الدول العربية والتي سوف تنزل باغلب الدول العربية فعوما هذا كل ما كان في ذلك الفيديو اذا كانت لديك اي اسئلة فقط اكتب لي في التعليقات وطبعا انت تدعم الفيديو بزر اللايك اذا لم تكن مششترك اشترك وقوم بتفعيل خاصية الجرس اصدرك اشعار لكل الفيديوهات القادمة اول باول وراكم في فيديو قادم السلام اشتركوا في القناة 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 شكرا